أجلس إلى طاولة المستمسيين ورجاء الانتثال لمهلة أدقائق ثلاثة أهل المحتلة أنا هنا اليوم لأنقل لكم ما تيسر مما يحدث في الصحراء الغربية من خروقات سافرة لحقوق الإنسان واستنزاف خطير وممنهج للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي إنما يتعرض له المدنيين الصحراويين المسالمين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية من اعتقالات وتلفيق التهم الواهية والأحكام القاسية والتضييق على حرياتهم الفرضية يعكس ما تروج له آلة الاحتلال المغرب القمعي الهمجي فسدمير وحرق قرابس الألف من قوارب الصيد المعيشية بمدينة الداخلة تعود ملكيتها للشباب الصحراوي وتجريد أكثر من ثمانمائة عائلة صحراوية من أراضيها الفلاح هي المتعارف عليها باسم القرار وهي أراضي متوارثة عبر الأجيال منذ القدم والاختفاء القصري لعدد كبير من المدنيين الصحراويين وآخرهم ابن مدينة الداخلة لحبيب أغريشي ولا ننسى هنا أن ننبه إلى خطورة الوضع التي تعيشه العائلة وبالخصوص الوالد المكلومة مبارك أغريشي والتي لا تعرف مصير فلذة كبدها حتى الساعة انتاج المغرب سياسة سيطانية جديدة باستقطاب مئات الآلاف من المستوطنين المغاربة لتغيير البنية الديمغرافية في الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية فالحل المغربي الذي يروج له المغرب وهو الحكم الذاتي أجدى بها أن يعطى لمن فر راكبا قوارب الموت من المغرب ومن نفذ الهروب الجماعي مؤخرا صوب الأراضي الإسبانية هربا من جحيم الدكساتورية والفاشية التي يدير بها النظام المغربي البلاد فالصحراء الغربية والصحراويون لم يكونوا في أي زمن مغاربة أمام المتحدث دقيقة ونصف واحدة الكلمة للمغرب على نقطة النظام تفضلوا شكرا سيدي الرئيسي نقطة نظام كي أذكر مرة جديدة بأننا نطلب من الملتمسين احترام الدول الأعضاء والمؤسسات في الدول الأعضاء ومخاطبة رئيس اللجنة والدول الأعضاء باحترام وإلا سوف نجبر إلى طرح نقاط نظام عديدة ولا نريد أن نقاط عمل اللجنة رجاءنا سيد الرئيس الحرص على احترام القواعد الإجرائية أشكر ممثلة المغرب على نقطة النظام نذكر الملتمسين باحترام الأصول المعمول بها وأذكر الملتمسين كذلك بالإدلاق بياناتهم بسرعة معقولة حتى يتمكن المترجمون الفوريون من إتمام عملهم أمامك دقيقة وعشرين ثانية لإتمام المداخلة لحسن حوض نحبل ويات المتحدة أمامك دقيقة وعشرين ثانية لإتمام المداخلة لحسن حوض نحبل ويات المتحدة لم يكنوا مغاربة في أي زمن فات ولن يكونوا غدا ولا مستقبلا وهذا ما جاء في الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية والقاضي بإلغاء اتفاقيتها السيد البحري والفلاحة لشمولها إقليم الصحراء الغربية إن من يسمي نفسهم منتخبا في انتخابات نزيهة وممثلا شرعيا للصحراويين وكما كررتها مجموعة من الأشخاص على مسامعنا يوم أمس ما هم إلا منتخبون يصوت لهم المستوطنون المستقطبون من شمال المغرب لهذا الغرض وهم مجموعة من الأشخاص أصلا وافدين على المنطقة وليسوا طرفا في النزاع وليست لهم ولا لأجدادهم أي شواهد أو أحداث عاشوها إبان حقبة الاحتلال الإسباني للصحراء الغربية والذي عمر زهاء 94 سنة قبل اتفاقية مدريد المشؤومة 75 تسعمائة وألف نطالب من هيئتكم الموقرة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لضمان أمن وسلامة الصحراويين في المناطق المحتلة وأنا أحدهم وأخذ بعيني لإعتبار قرار محكمة العدل الأوروبي الأخير والذي أكد عدم استفادة الصحراويين من هذا الاتفاق بينه وبين المغرب ثم أخيرا إن الصحراويين ليسوا يمثلهم إلا أنفسهم بأنفسهم وذلك عبر ممثلهم الوحيد والشرعي الجبهة الشعبية لشحرير الساقي الحمراء ووادي الذهب أشكر سيد البابا عالم